السلام عليكم ورحمة الله ومرحبا بكم متابعي شوات راديا فوصفة جديدة اليوم ان شاء الله كان اقترح لكم واحد صابلي بشكل اللي هو جديد اللي ما متعودين شعليه بزاف صابلي هاد شكل كان سبق لي درتون زلتوا لكم في القناة لكن كان معمر باللوز والكراميل اليوم ان شاء الله غادي نعمره بالقاناش ديالشوكولا كيجي رائع جدا نتمنى انكم تتبعوا معي الفيديو حتى الاخر اول حاجة غادي نحتاج للعجينة ديالصابلي بالنسبة للعجينة انا سبق ونزلت ليكم معدات مرات في القناة غادي نخلي لكم رابط في صندوق الوصف غادي نطلقها كيف العادة بنجوج بلاستيكات حتى كنتلقها على هات الشكل كتكون شوية رقيقة كناخد هنا قطع دائرية تكون كبيرة غادي نقطع دوائر وغادي نحتاج لهذا ليمول على هات الشكل وغادي نحط فيهم هاد الدائرة ديالصابلي ديالعجينة الصابلي ما كتحتاجوش دهنهم نهائيا لان الصابلي عامر زبدة وزيت فما كيلتاسقش هنا هاد الزوائد ممكن تحيدوهم بالموس او تحيدوهم هكا بدلك وغادي نستمر بنفس الطريقة وهنا كذلك غادي نحتاج للعجينة ديالصابلي اللي لونتها ببودرة الكاكاو هي كذلك غادي نطلقها بنجوش بلاستيكات حتى نحصل على واحد السمك اللي هو متوسط ماشي رقيق بزاف ماشي غلط كتكون بهات السمك غادي ناخد هاد المرشم هو باش غادي نقطع من بعد ما كان تاهي كنستفون في اللاطة اللي غادي تدخل للفرن وندخلهم يطيبو على نار مهيلة بالنسبة له هادو غادي ندر فيهم توقع بحلاكة وندخلهم للمجمد تقريبا واحد العشرة ديال دقايق عاد ندخلهم للفرن بالنسبة للغاناش باش غادي نعمرو هاد صابلي غادي نحتاج 100 جرام ديال شوكولا غيش في بيضاء وغادي نحتاج 50 جرام ديال الكريمة السائلة لك خيم فخيش استعملت هادي غادي نحت هاد الكريمة فوق النار حتى كتغلي كنت تنوى عليها حتى كتبدأ تغليم زيان من بعد كنت فيو النار من اللي كتغلي الكريمة كنت فيو النار وكنضيفو الشوكولا هنا من بعد الكريمة ما غلط مزيان صافية غادي نطفع لها البوطة وغادي نزيد هاد الشوكولا غادي نحاول نغطيها بالكريمة نخليها غير واحد شوية تقريبين غير واحد دقيقة ولا جوج وعاد نبدأ نحركها غادي نخلي حتى كترطب شوية دابا عاد نبدأ نحرك فيها بحالكة حتى كتدوب تماما احنا من بعد ما دابت الشوكولا غادي نحطها هنا في واحد زلافة وندخلها للتلاجة حتى كي يشتفرصهم زيان هاد القاناش وكي يقصح غادي ندوز دابا باش ندوب الشوكولا انا استعملت هاد النوح ما تحتاجوش نهائيا تزيدو ليه الزيت كيدوب بلا زيت هنا الشوكولاة ما كان خليش ما كان خليش يعني فوق البخار حتى كيدوب قاع كان خلي في واحد طريفات من بعد كان طفع ليه وكان بدأ نحركو هادوك الطريفات را كيدوب غير فسخونية ديال الشوكولاة هنا القطاع ديال السابلي من بعد ما طابوا الشوكولاة حتى هي يعني دفعت شوية مخصاش تكون سخونة بزيف كان نغطس فيها هاد الحباس ديال السابلي كان حاول نحيد هاداك الفائد ديال الشوكولاة بحلكة وغادي نحطوهم فوق قطعة ديال بلاستيك غادي نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل الحباس كامل اللي غادي نحتاج وغادي ندوز القاناش استعملت هاد الرأس وغادي نعمر هاد القاناش في هاد جيب الحلواني تبا غادي ندوز للمرحلة ديال التنزين هنا عندي خالط ديال القليكوز والناباج سبقت حتى واحد درتو معاكم بزيف ديال الفيديوهات اترجو غير الفيديوهات ديال السابلي غادي تشوفو كيفاش حدرتو درتو غير معلقة صغيرة ديال النباج ومعلقة كبيرة ديال الجليكوز كنخلطهم مع بعدياتهم وكند هاد هاد القطع ديال السابلي من الحواف وكنغطسهم في اللوز مهرمش نسبة اللوز مهرمشته هو سبقو نزلتو لكم في القانات دابا غادي ناخد هاد القطع ديال السابلي اللي اغطست في الشوكولة وغادي نحاول لسق من فوق منهم هاد السابلي على شكل قوارب بها الطريقة سقلط ديال الجليكوز والناباج وممكن تلسقو بالشوكولة غادي نوجد هنا شوية ديال الكراميل فقط للتزيين غادي نحتاج معلقة كبيرة ديال السكر سانيدة ونصف معلقة كبيرة ديال الماء يفكاد شوفو هنا غير شوية ديال الماء غادي نحطوه من فوق النار حتى كيدوب هادك السكر من بعد ما داب السكر كيرجع لهاد الشكل ممكن تخليوش اللون دياله حتى كيغمق بزاف غير شوية صافيو كتزولوه من فوق النار غادي نحتاج هنا الحباس ديال البندق كل حبة غادي ندير فيها هاد العود هنا الكراميل كنخليوه حتى كيدفه شوية ما كيبقاش خفيف وكان غادي نغطوه فيها هاد الحباس ديال البندق وكان بقاوش هاد ديالهم بحلعكا باش كي تشكل لنا هادك المينقار كان بقاوش هاد ديالهم حتى كي ينشفوه من بعد كان نتبتهم بشي حاجة باش كي يعني كيبقوا واقفين انا غا نتبتهم هنا كان اخد هاد القناش وكان نعمر هاد القوارب على هاد الشكل هاد القناش وكان نعمر هاد القوارب على هاد الشكل كان هاد هو الشكل النهائي ديال السابلي اللي حضرنا اليوم كي جوا رائعين جدا خصوصا هادك المدق ديال القناش رائع جدا كان تمنى انكم تجربوا هاد السابلي شكرا لكم على المشاهدة وإلى وصفة مقبلة بإذن الله وما تنسوش لايك للفيديو اللي عجبكم خليولي التعليق ديالكم وعطيوني الرأي ديالكم في هاد السابلي وما تنسوش كالاليك تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بالجديد السلام عليكم